انتقالات يناير خلاص كل نادي عايز يدعم لكن طبعا خلي بالكم في يناير ما بتبقاش الصفقات اللي هي غير بداية الموسم انتقالات يناير دايما بتبقى انت اللعيبة اللي هي رقم اثنين ورقم ثلاثة ورقم اربعة مش الاختيارات رقم واحد وده طبيعي جدا يعني اللعيب الجامد بيبقى في نديه عشان نبقى واضحين وما فيش لعيب في مستوى الدوري المصري محتاج خناءة الحمد لله رب العالمين كل المستويات متقربة يعني ما شفناش والغريب جدا ان احنا بنشوف اصارة بس مش في الملعب بنشوف اصارة خارج الملعب يعني نشوف موضوع القطر جماهير نادي الزمالك نشوف حاجات برا الملعب الجماهير ضربت معرفش جماهير الزمالك شيكابالا يشتبك مع الجماهير حاجات كلها بتعمل اصارة لكن المطشط مفيش اصارة يعني اسوان بالمرايح كده يكسب الزمالك تلاتة اربعة بالمستوى اللي احنا شفناه ده طبعا مع فرق القيمة التسويقية اللي موجودة ما بين الزمالك وما بين الاسوان يعني تحس ان لعبت الزمالك كانت راحة نزهة نزهة مش مباراة كرة قدم نزهة راحين يتفسحها مفيش كده في الكورة الكورة محتاجة عطاء وجهد وتعمل حساب الصغير قبل الكبير وشفنا فريرا وانا بقول لك يا خلاص انا سحبت منك يا فريرا رقب لقب البروف سحبته بصراحة واي احد يقول بروف هنا اقول له لا الكوتش فريرا رقب البروف اتسحب من فريرا ليه بقى لان البروف ده لازم يبقى عنده كل التفاصيل ويبقى عارف مستوى كل الاندالة بيلعبها انما انا احساسي ان فريرا اتفاجئ بمستوى اسوان طب هو انت ما تفرجتش على اسوان اللي عامل شغل عالي جدا فيه مع ايمان الرمادي فيه المطشاط اللي لعبها فكان حاجة غريبة جدا واول مرة اشوف مدير فني في العالم يتكلم مع مدير فني يقول له بقى لعب كده قدام الفريق المنافس بنفس الاسلوب وبنفس العطاء ايه ده انا مشوفتش كده حاجة غريبة جدا ونصيحة الفريرا اسمع من اللي حواليك الناس اللي معاك ديت انت خدت بيهم دوري سنتين الناس اللي معاك في الجهاز خدت بيهم دوري مش لوحدك يا فريرا اسمع كلام يا حبيبي الناس اللي معاك انت خدت بيهم دوري فاسمع للناس اللي معاك دايما كده الراجل الناجح في اي منظومة بيسمع ويسمع ويدي مساحة للناس اللي معاه يقولوا رأيوه انت مسامع كلام حد انت شغال من دماغك وشغال غلط شغال غلط معا مش ماتش تطلعوه السمع وماتش تنزلوه الارض لا اوه مدير فن كويس مدير فن كويس وجوده في ناد الزمالك كان في توقيت كويس اوه كان في توقيت كويس لكن انت لا انت شغال من دماغك فقط لغير وده هيضر فرقتك وهيضر ناد الزمالك لان انت داخل على دوري ابطال افريق وداخل على حاجات كتير جدا ده بالنسبة للزمالك فنصيحة الفريرا استمع الى جهازك الفني وان انت تكلم مدرب تقوله الكلام اللي احنا شفنا ده ده حاجة مش شفناش قبل كده كوتش وانا صحبت منك لقب البروف طيب ده بالنسبة ليه نادي الزمالك